المؤنس عدلي أشار من بدري أنه ما بيركنش كتير للتاريخ والحقيقة التاريخ حتى له دلالات تعارفين الفرق دين تأسيس اتحاد الكرة المصري والاتحاد السنغالي كم سنة؟ شوف احنا تأخرنا قديه؟ 40 سنة أو عشان ما حدش يحسبني 9 أو 30 سنة الاتحاد المصري لكرة القدم يعني المصري بدأت تنظم كرة 1921 السنغال 1960 لكن بصوا بقى علشان هم فتحوا أباب الاحتراف بدري بحكم الثقافة برضو الفرنسية أصبح عند السنغال في الفريق اللي جاي لعبنا اللي بايت في القاهرة ده عنده 25 لعب محترف يعني كلهم في مقابل خمس لعيبة في القائمة المصرية هم جايين بلعب محلي واحد وإحنا عندنا 18 لعب محلي عندهم مدرب وطني أليو سيسيه سنه 45 سنة شاب بينما عندنا البرتغالي كارلوس كيروش 69 سنة عشان كده كارلوس كيروش يا جماعة عنده حلم شخصي هو بيأمل أنه يروح كاس العالم للمرة الخامسة ويبقى المدرب الوحيد في تاريخ الكرة اللي راح كاس العالم خمس مرات مختلفة عنده دوافع كبيرة ليه؟ مصر طبعا شاركت في كاس العالم تلت مرات 34 و90 و2018 السنغال على حدستها شاركت مرتين 2002 و2018 لكن القيمة التسويقية وإحنا معنا خبير تسويق القيمة التسويقية بيعكسها عدد المحترفين لأنه أنتم متخيلين القيمة التسويقية للمنتخب السنغالي 332 و15 من 100 مليون يورو يعني 332 مليون يورو قيمة المنتخب السنغالي ممكن نقف هنا بقى المنتخب المصري 152 مليون يورو طيب يعني زيادة عن ضعف قيمة التسويقية لتقريبا ثلاث أضعفنا لا الضعف هم 150 وإحنا 332 أكتر من ضعف أكتر من ضعف في حاجة بسيطة لكن لازم تفهم أن الخمسة بتوعنا الـ 332 دول قيمة 25 اللاعب محترف الـ 152 153 تقريبا لأنه 900 دول قيمة 5 محترفين بالإضافة للمحليين ما هو المحليين لهم سعر بالإضافة للمحليين إذن إذن لا أنت عندك عناصر على مستوى يعني إذا كان عندك عناصر خمسة محترفين إدارة وزينه كافة دي مهما معظم ستلاقي القيم دي يعني على الأقل الـ 152 صلاح له فيه 100 طيب ما نيله 90 مثلا يعني أو 80 يعني يعني 90 ما نيله 90 ما نيله